ان شاء الله بعد قليل وفتحت البوابات وانطلقت الجياد والافراس المشاركة معنا في الشوط الرابع على جائزة محمد بن هزاع رحمه الله من اهال الدرعية احد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور اله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراء عمر ثلاث سنوات فاكثر جياد وافراس انتاج الخيلة التي لم تربح وتنافس مثير بين الجياد والافراس هناك وردت انتظار في المقدمة ساعفة في المركز الثاني دخول من حاطوم الآن في المركز الثاني ولا زالت وردت انتظار في المقدمة حاطوم في المركز الثاني تنافس ايضا مثير من بقية الجياد سامد يدخل الآن في المركز الثالث سامد يدخل في المركز الثالث ولا زالت وردت انتظار في المقدمة وسامد يدخل الآن في المركز الأول سامد وردت انتظار سعفة تنافس مثير لنرى سامد الآن سامد في المقدمة وكذلك حاطوم الآن حاطوم يتقدم سعفة في المركز الثاني وأيضا سامد في المركز الثالث حاطوم الآن سعفة سامد حاطوم سعفة سامد دخول أيضا من بنت الشطير الآن حاطوم لا زال في المقدمة حاطوم لا زال في المقدمة وسعفة الآن تتقدم من الخارج سعفة الآن تتقدم من الخارج كما تشاهدون تقدم من سعفة الآن سعفة تقدم مثير من سعفة ما شاء الله تبارك الله سعفة ما شاء الله تبارك الله منافسة أيضا من محفوظ سعفة 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 محفوظ الأجفل وتنافس مثير ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك لساعفة